الباحثون السوريون سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية الثوم وضغط الدم أشارت البيانات المنشورة في مجلة فايتو ميديسن أن مكملات الثوم قد تخفض ضغط الدم الإنقباضي والإنبساطي بمعدل 6.71 مم زئبقي و4.79 مم زئبقي على التوالي حيث قام باحثون من الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية الصينية بتحليل 7 دراسات عشوائية تحليل متة تقارن بين تأثير الثوم على ضغط الدم مقارنة بتأثير استخدام دواء وهمي في نفس الشروط وأشار تجميع البيانات إلى ارتباط الثوم بانخفاض كبير في كل من ضغط الدم الإنقباضي والإنبساطي وذلك مقارنة مع العقار الوهمي إضافة إلى ذلك لم يتم الإبلاغ عن أي أحداث سلبية خطيرة في أي من الدراسات واقترح هذا التحليل أن استخدام الثوم يعتبر أسلوبا فعالا وآمنا للتحكم بارتفاع ضغط الدم والذي قد يكون علاجا بديلا للمرضى الذين يعانون من مشاكل صحية مرتبطة بالأدوية الخافضة للضغط ولمعرفة أهمية هذا الانخفاض في ضغط الدم فمن المفيد العلم أنه وحسب تحليل متة آخر لمائة وسبعة واربعين تجربة عشوائية أجريت على أشخاص بلغ عددهم 958 ألف شخص فأن انخفاض متوسط ضغط الدم الانقباضي بمقدار 10 مم زأبقي أو الانبساطي بنسبة 5 مم زأبقي من قبل أي نوع من الأدوية الخافضة للضغط يقلل حدوث مرض القلب التاجي القاتل وغير القاتل بنحو الربع وسكت الدماغية بنحو الثلث بغض النظر عن وجود أمراض الأوعية الدموية وضغط الدم قبل العلاج ومن دون أي زيادة في معدل الوفيات غير الوعائية وتطرح نتائج هذه الدراسات إمكانية تحقيق فائدة اقتصادية وسريرية كبيرة نتيجة التأثير الهام للثوم على انخفاض ضغط الدم والأهم من ذلك بأن مدة العلاج في الدراسات المشمولة بالتحليل تراوحت بين 8 إلى 12 أسبوع وتم قياس الحد الأقصى لأثار انخفاض ضغط الدم في نهاية العلاج إن معرفة المستهلك ووعيه لفوائد الثوم الصحية ومعظمها في مجال صحة القلب والجهاز المناعي أدت إلى إفادة صناعة المكملات الصناعية وخاصة بعد سعي المستهلك للحصول على فوائد الثوم بدون الرائحة التي ترافقه وقد تم ربط فوائد الثوم بمركب الأليسين والذي لا يوجد في الثوم الطازج بل يتكون فقط عندما يتم سحق الثوم حيث يتشكل من تحطم مركب دالي وانس الفايد وبالإضافة لما بيّنه التحليل السابق من فوائد الثوم في خفض ضغط الدم فالتحليل متة آخر نشر في مجلة جرنال أوف ساينس أوف فود أند أغريكالتشار خلص إلى أن الثوم قد يقلل أيضا من مستويات الكوليستيرول والدهون الثلاثية كما أفاد باحثون من جامعة شاندونج يونيفيرسيتي أنه مقارنة مع مجموعة الدواء الوهمي فأن استهلاك الثوم يرتبط مع انخفاض 5.4 في مستويات الكوليستيرول في الدم وانخفاض 6.5 في مستويات الدهون الثلاثية كما تم ذكر العديد من الفوائد الصحية الأخرى للثوم كتثبيط الأنزيمات المشاركة في تركيب الدهون وخفض تراكم الصفيحات الدموية ومنع بيروكسيد الدهون أي تزنخ الدهون إضافة إلى زيادة الحالة المضادة للأكسل للمزيد حول فوائد الثوم الصحية يمكنكم قراءة مقالاتنا التالية الثوم قصة ما زالت تحمل في طياتها الكثير خلاصة الثوم المحاربة الجراثيم المعندة المسببة للإنتانات البولية مستخلص من سحق الثوم النيء يقدم أملا لمرضى التلايوف الكيسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر